كل تحية لمتابعي ومتاهدي أهل سهلا بكم حلقة جديدة النهاردة كلنا في انتظار لقاء الكبار منتخب مصر في مواجهة منتخب الجزائر مباراة من العيارة تيل لقاء لا يحتمل المخاطرة أو المغامرة من مستر وي فيتوريا في آخر تجارب المنتخب المصري قبل العودة مرة تانية للمباراة رسمية نهاردة يمكن في ظروف مختلفة عن مباراة تونس الودية يخد منتخب مصر لقاء قوي جدا في منتخب القوة مع واحد من أقوى المنتخبات الأفريقية منتخب الجزائر بكامل نجومه سكواد الحقيقة يمكن من أفضل العناصر الموجودة في قارة أفريقيا وعلى مستوى الاحتراف الحقيقة لعبة الجزائر يمكن باستثناء لعب أو اتنين بيلعبوا برا الجزائر برضو لكن بيلعبوا في أفريقيا كل السكواد منتشر في كل أنحاء العالم طبعا الغالبية العظمى لمحترف الجزائر جاية من أوروبا لكن فيه لعبة بتلعب في أسيا وفيه لعبة بتلعب في أمريكا الجنوبية وبالتأكيد زي ما قلت لكم فيه لعب أو اتنين بيلعبوا في قارة أفريقيا لكن خارج الدولي الجزائري فهو منتخب خالي من المحليين ويمكن الناس كتير هتختزل المواجهة على مستوى الأفراد يعني إنها مواجهة بين رياض محرز ومحمد صلاح أو بين محمد صلاح ورياض محرز بما أنه الاثنين كانت في بينهم يعني مقارنات كتير مواجهات كتير جمعت بينهم في البريمير ليج الاثنين كانوا في فترة من الفترات من أهم النجوم في الدوري الإنجليزي رياض محرز مع الستي تحديدا مرحلة التواهج يعني صحيح البدايات شفناه مع ليستر لكن رياض محرز كان نجم كبير في الدوري الإنجليزي ظهر بشكل واضح مع فترة الستي مع جوارديولا ومحمد صلاح هي من أول يوم مش من أول سيزي من أول يوم نضم فيه ليفر بول وهو فرض نفسه بقوة على النجوم الدوري الإنجليزي فبنتكلم على أنه صحيح يمكن يكونوا النجمين الأبرز لكن عايز أقول لكم الحقيقة أنه المنتخبين مش بس المنتخب الجزائي لكن منتخب مصر حتى وإن كانت لعبته في معظمها أو قائمة وفي معظمه من اللاعبين محلقين لكن المنتخبين عندهم نجوم كتير جدا إزاي هيخود أو إزاي بيفكر روي فيتوريا في المباراة نتمنى نتمنى أنه ما يكونش على نفس النهج أو المنوال اللي لعب بيه مباراة زنبيا وتونس مع كامل احترامي وبصرف النظر عن نتائج حتى لو كنا اتغلبنا من تونس وحتى لو كنا كسبنا زنبيا أعتقد أنه الشكل اللي ظهر بين منتخب في المباراتين ما كانش على أقل تقدير مرضي بالنسبة لطموح الجماعيين النهاردة يعمل إيه في لقاء أصعب؟ أنا بشوف أنه باستثناء مباراة بلجيكا يعني طلع مباراة بلجيكا بره الحسابات يمكن كانت لها ظروفها لكن اللقاء النهاردة اللي يمكن بيفصلنا عنه أقل من ستين دقيقة أقل من ساعة يمكن يكون اللقاء الأقوى اللي هيخوده روي فيتوريا قبل ما نروح لتصفيات كاس العالم اللي تعتبر نسبيا يعني بالنسبة للمنتخب المصري وقدراته مش امتحان كبير لكن امتحان العكبر هيكون فيه أمم إفريقية خلييني أقول لحضراتكم أنه المنتخبين زي ما قلت لكم بيدموا عدد كبير جدا من النجوم قيمة تسويقية تقريبا تقريبا لمنتخب الجزار بتتجاوز المتين مليون يورو وإذا كنت حاطت عينك على رياض محرس كأهم نجم في منتخب الجزار خلييني أقول لك لا أنه القصة غيرت بشكل كبير جدا وفيه نجوم حطوا عينكم عليهم النهاردة وتفرجوا عليهم لازم نعملهم حساب كبير جدا